ما تنفعش. ايه. طيب ماشي. السؤال التاني. اه دلوقتي انا مسلا ما زوجي اه بيبقى مسلا بيحصل امور ما بيننا اه مسلا نقول لي لا انت كتنيتك اه يعني كتنيتك مسلا انت اوضك كزا. شو بتعمل كزا عشان كزا. فانا بحلف بقول والله لو انك اتنيتي اللي انت بتقول عليه ده. يعني اتشل مسلا او يحصل لي حاجة. عشان هم بيكونش مصدق. فده. لا انت شاهلة. لا تقولي مثل هذا. طب ممكن اعمل ايه? خلاص ولا ولا اي شي ولا له ان يتدخل في النية. هو اصلا متعنت ظالم لم يحكم على نية من امامه. لم يحكم على نية من امامه. وله ان يحكم بالظاهر الذي صدر منك صدر منك كلام طيب طيبة صدر منك كلام غير طيب خلاص يحكم بناء على الكلام الذي سمعه. مجرد مجرد افتراضات مني لا تلتفتي إليه وللتق الله ليس من حقك أن تطلع على القلوب الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أسامة بن زيد يا رسول الله كان في المشركين رجل لا يدع للمسلمين شاذة ولا فاذة إلا تبعها يقتل المسلمين فأمكانا الله منه افتبعته فسقط على الأرض فعلوته بالسيف فلما علوته بالسيف قال لا إله إلا الله فقتلته فقال الرسول وأسامة يقول يا رسول الله إنما قالاه متعوذا قال يا أسامة هل شققت عن قلبه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فليس لنا أن نشق عن القلوب الذي يعلم ما في القلوب هو الله الزوج الذي قل لا أنت نيتك كذا أنت تتداخل في ما ليس لك أيها شكرا لكم والسلام والله يسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر